اهلا بكم حبيبنا متابعين في كل مكان معكم ملاك نادي فيديو النهاردة بسيط وسريع عن الغسالة الوتوماتيك الكامل. ساعات اللي بيقفش ما بيقفش عايز يفتح اه جوا غسيل او مجواهوش لكن بيبقى تارس معنا مش راضي اتفك خالص. طبعا انت عايز تفوك البيب عشان تشوف هل المقبض عايز يتغير او اللوك في مشكلة عايز يتغير. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه? ايه الحل? بكل بساطة زي ما تشايفين هنيجي على الغطة اللي فوق بتاع الغسالة اللي انتو شايفين قدامك ده. هنيجي على الظهر بنلاقي هنا مصمرين يمين وشمال بنفكوهم وبنشد الظهر الورا كده بنلاقي ادخالها معانو. طيب هعمل ايه عشان افتح الباب وفك القفش بتاعة الباب دي عشان ابدأ اشوف انا هغير اللوك او انا هعمل ايه بالزبط يعني انا عايز اعرف الباب تارس. طب انا ايه الحل? فالمهم بنيجي هنا ورا في ناحية الباب او ناحية المقبض بتاع الباب كده من ورا بنلاقي اللوك. اللوك ده بتاع غسالة تمانية كيلو بيكون لفس السيستم ده. طيب ده بالنسبة لطب لو هي غسالة عادية زانوسي ولا 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 كريازي ولا ولا اي نوع تاني غير ارستون هقول لك برضو تعمل ايه. المهم زي ما تتو شايفين ده الارستون بيكون نفس الشكل انتو شايفينه ده. انما التاني العادي الغسالات العادية بيكون لها زي سنة طالعة من هنا كده. اللي هي بتاعة الباب اصلا ما علينا هفاهمها لك دلوقتي وهورها لك. الارستون احنا بندوس هنا على الجزء دوت كده لتحت الباب بيفتح معانا برا. يعني لو بصينا دلوقتي دوسنا هنا. خلينا دايسين جوا ونشد من برا. بيفتح معانا الباب زي الفول. يبقى كده هنعرفنا طريقة فتح الباب للغسالة الارستون. تمام? بندغط على دي. دوسة هنا كده. وبنتشد برا بتلاقيه اتفتح معانا بكل سهول. تمام كده? طيب شايفين السنة اللي هنا دي? لو هي بقى غسالة تاني نوع تاني غير الارستون زي زانوسي آآ كريازي الكلام ده. بتلاقي السن اللي برا البوز ده بتلاقيه طالع من هنا كده. بتلاقيه ظاهر في نص اللوك. فاحنا بنضغط عليه جوه كده. الاتجاه ده بنضغط عليه بايدينا بسبعنا. آآ وبنشد من برا بالمقبض بتلاقيه تفتح معانا. تمام? بندوس عليه دوسة كده الجوة الصباح ده. بنلاقيه الباب تفتح. تمام? طيب احنا بعد ما بنفتح الباب. طبعا بقى بنبدأ نشوف ايه المشكلة? المشكلة فين? هل في اللوك ده? اللوك ده طبعا ممكن يكون فيه مشكلة هو اللي بيقفل وبيعلى وبيقفش. فاحنا بنفك الجلدة دي من هنا. تمام? وبنفك له المصمرين بتوع له هو مصمر مسامير يعني. وبنبدأ نشيل اللوك نشيل السلك بتاعها ونركبه تاني. تمام? ده بالنسبة لمشكلة احنا بس بنفهينكم ازاي يعني نحل مشكلة ان الباب قافش. تمام? طيب. زي ما شايفين الغسالة دي برضو هنعملوك عليها فيديو تاني لتغيير رمان البلي بتاعها. تمام? لان هي دي كان بتغيير لها رمان بلي. آآ الحل دي ما بتتشاقش يعني فيه صنايا عشاءها اصلا. ومركب لها مسامير زي ما شايفين اسمين الصاغ. فالغسالة بتجيب مية. والغسالة صوتها عالي. ففيديو كامل بقى ازاي تعرف ان الغسالة عايزة بلي وازاي تغيره وازاي كل الكلام ده ان شاء الله. فيديو جاي هنعمل نعمل فيه كل الكلام ده. ايه المهم ده كان شرح النهاردة? اتكلمنا عن اللوك. عايز برضو فيه ملحوظة مهمة. الغسالة التمانية كيلو. البن ما مش بيفتح خالص بتاعها غير لما تشغل البرنامج بتاعها كامل. وتيجي كلمة على الشاشة. اللي هو نهاية البرنامج. في الحالة دي اللوك بيفتح. حتى لو انت فصلت الفيشة. وحتى لو غسالة ما فيهاش غسيل ولا فيها مية ولا فيها ايه حاجة. ممكن تيجي تفتح ما يفتحش. لازم يكون في الكهربة. ولازم تبقى جاي على الشاشة كلمة اند. تمام كده? لكن الغسالات الزانوسي والحاجات العادية دي لا اه مفروض الغسالة مفصولة من الكهرباء. افتح الباب تفتح. تمام? بيبقى فيه مشاكل ساعات الباب يترس والكلام ده. فاحنا بنتبدأ نفك ونعمل زي ما احنا عملنا كده. وبنعرف المشكلة باللوك. بنجيب لوك غيره وبنجربه ونشغله. ساعات برضو بيكون المقبض نفسه بتاع الغسالة هو اللي بائز. مش راضي يفتح. اللوك سليم. المقبض نفسه هو اللي مش شغال. بس مش عايز برافتح الباب عشان انا اغير المقبض او عشان افك الباب وغير له مقبض. فبالتالي بافك برضو من وراء. وابدأ ان انا افتح. اتمنى لايك والشير عشان الفيديو ينتشر. اه واشوفكم الفيديو اللي جاي مع الف سلامة. اشتركوا في القناة